طيب آآ طبعا في اكواد بنشغل بيها. تمام مصر فيه كود معمول خاص بالبيم. والاشهر على مستوى العلم الايزو. ايزو تسعتاشر الف ستمائة وخمسين. لو حد ما عندوش كود ممكن ابعثها لكم عبو هوب. وتبدأوا انهم تشوفوه ان شاء الله. تمام بس خلونا واحدة واحدة نفهم ايه هو البيم وايه هي العودة بتاعه ان شاء الله نفهم القزة مع بعض ان شاء الله. طيب دي اللي احنا وعدنا بيها ان ايه افضل تكنولوجيات موجودة. تمام لها يعني كل دي ما كانش يبقى ليها علاقة من غير البيم. يعني البيم هو اللي سهل ان التكنولوجيات ديه التمن تكنولوجيات دول يكونوا موجودين في صناعة الكونستركشن واستفادوا منها. تمام يعني مسلا عندنا الزكاة الاصناعي والنترنت في سينجيس والروبوت كل حاجات دي. لو ديتوا لوحة توكاد مش هيفهم حاجة. يعني انا اشتغلت فترة ببارمج باللوتوكاد وبالريفيت وباللوتو ليزبو والحاجات ديه. لما ببارمج باللوتوكاد باخد جهد كبير قوي عشان افهم ان ده حيطة. انما في الريفيت هو اصلا عارف من دي حيطة مش محتاج ان انا اقول له. وصلت الفكرة فبيوفر لتمنين في المئة من الشغل. فلو انت عايز تتعامل مع الروبوت او مع الزكاة الاصناعي او كلها. لازم يكون شغال في فكرة البيت. الزكاة الاصناعي طبعا كل اللي نسمعنا عنه. ان شاء الله برضو نتكلم عنه بالتفصيل كده في المهضرة. بس ايه نكون قطاع نشوق كده في الاستدامة. طيب الزكاة الاصناعي من ضمن التكنولوجيات القوية جدا واللي فيها ميزانيات مفتوحة. يعني ممكن واحد يكون شغال في الهندسة المعمارية. وشغال برضو بالزكاة الاصناعي. وفي ناس فعلا دكاترة مصريين عاملين حاجات معروفة على مستوى العالم خاصة بزكاة الاصناعي. تمام? في كزا دكتور يعني جونزك الاسامية هنتكلم عن المنتجات بتاعتهم. عاملين شغل رئيب جدا دكاترة مصريين. في الزكاة الاصناعية عاملين مواقع حلوة جدا. فالزكاة الاصناعية دخل ازاي بقى في المجال الكونستراكشن? ممكن هو تسأله حاجات في الادارة. مثلا. انا باستخدام مثلا لكون عندي ايميل وانا مش عارف اكتب ايميل بشكل شيء. بقول له اكتب لي الايميل وادده له الفكرة ويبدأ ان هو يعملها. ممكن نفكر معي ازاي ان وفرت التكلفة. ممكن نفكر معي نعايا اني شخص. ممكن اسأله مثلا كان فيه مشروع ان كنت شغال فيه خاص بعمارة هندية. تمام مشروعين. اشغلت في مشروعين لو مالا قبل العمارة الهندية. فكت لازم افهم من العمارة الهندية. فبدأت اسأله ايه الحاجات المشتركة بين العمارة العربية والعمارة الهندية? طب ايه الحاجات المختلفة? طب ايه الرمز اللي موجود بسط العلم اللي هو المغزة اللي كان تاع غندي? فبدأ يوفر لوقت بدل ما عدد ادور في جوجل والحاجات دي. ففي اعلا ازاي باسماعي. هو انا كده معلش انا اسفل مؤفعة حضرتك. بس هو انا كده مسلا لو قلت طب انا كبرنامج لو طبقت على الطلبة ان هم يدرسوا يعملوا يعملوا تصميم لحاجة بالذكاء الاصطناعي. اه انا كده يعني بحضرهم برضو لسوق العمل او بحضرهم لحاجة ممكن يتفاجئوا بيها في مكتب. يعني انا كنت فاكرة مسلا او الجيل الجيل اللي قدي مسلا في السن ان دي تكنولوجيا طالعة اه حتخلي الطالب يستسهل فمش هيتعلم. فاحنا كده هنبوزهم بدل ما نعلمهم. وبعدين لما لقيت ان في مهندسين وناس قيمة كبيرة زي حضرتك بيقولوا لا ده انا باستخدم طول والطول دي فدتني. طب انا ليه مغيرش في ليحتي اه كمؤسسة تعليمية وابدأ انازل كورسات بتتكلم عن الكلام ده. واتعلمه بطريقة شرعية جدا ان انا اعلمه شجب دي ده لو مسلا هو برنامج ينزل. لو لو حاجة باستخدمة وقول له اه صمم انا معترفة جدا كمؤسسة ان انا بعلمك لو اتعرضت في مكتب. يقول لك صمم لي الممر ده بالذكاء الاصطناعي. اكتب لي زي ما حتم تقول الايميل ده. يعني ده حاجة كويسة. يعني انا شايفة كده حاجة دعمتلي الفكرة. يعني انا هي كتا عندي كفكرة. بس كلامك دعمها ان حضرتك ده حاجة كويسة. يعني تصرف محمود يعني. تماما دكتورة. اه هقول لحاجة بحاجة. اه الجامعات برا اه في امريكا ووروبا وحاجات دي. قال لك احنا بش هنمنع شات جيبتي هنخلي الطالبة تستخدمه. بس بشارط يعني استخدم شات جيبتي وفن كل حاجة. بس بشارط اه ان انت لما تجيل المحاضرة واسألك تقدر تجاوك. يعني انت عملت اطلبت منك بحث وانت عملته. مفيش مشكلة. انا سامح بان ان انت استخدم شات جيبتي. ووش هستخدم اي برنامج تشف انت استخدمت بس المهم يبقى عندك قدرة ان انت تناقشني في الكلام المكتوب. ما تبقاش حافظ الكلام او ما تبقاش اه نسخته كوبيبسته وحطيته من غير ما تقراه. ها دي الفكرة. اه صح صح عندك حق. اه احنا ممكن ناخد امثلة برضو بزيكة اسماعي ازاي اه اه هو في انواع كتيرها بزيكة اسماعي. في نوع مثلا اللي هو النموذج التوليدي يقدر يولد كلام في نموذج تاني خاصة بتوليد الصور. ممكن ناخد امثلة للحاجات دي لو حضرتك تسمحت لنا. اه طبعا ولو عايز تدينا مثلا كتاسكت اه تقول لنا ازاي نستخدمه هم على فكرة هتلاقي فيهم ناس اشتر مني بكتير وبيستخدمه وشات جيبتي وبخبين يعني مش عايزين يقولوا عشان ممكن اكون اعطي حاجة في مشروع ولا اعمل لي بلان ولا حاجة في مادة بدرسها ومش عايزين يعترفوا على ده في صحب يعني. بس هو الله يقول ليه لأ اما تدينا تسكي كده وكلنا نعمله ونعرض اه الحاجة دي اه يعني تتحكم او تاخد درجة. طبعا حاجة هيلة برضو. حتى لو حاجة بسيطة. حاجة بسيطة. بذنب حاجة كبيرة. لا لا بإذن الله ممكن نعمل محاضرة كاملة عن وضعها للزكاة الصناعي دوت. يا ريت والله. وزينا حتى نتخدمه في العمارة يعني مش نتكلم عن زكاة الصناعي حاجة خارج العمارة لا كلها في العمارة. تمام. وكلها اه ان شاء الله كن اه مفيدة في المستقبل بس في نقطة عايز ااكد عليها. زي ما قلت ان البيم اه هو مستدولوجي وفي نفس الوقت هو تولز. فبرضو اذا كنت سماعي هو تولز. بش هيقدر يحل محل المهندس. بمعنى انا ممكن اقول له اعمل لي التصميم الفلان. ويعمل التصميم جميل جدا. تمام. لكن التصميم دوت ما كوش الافكار المعمارية اللي احنا اتعلمناها من الدكتور المنات. هتلاقي ان هو شكله حلو. ممكن مثلا اقول له ما ابنى على شكل فراشي. لكن ده انا اخدت تصميم نفسه وانا ما عنديش فكر الاستدامة او ما عنديش المعلومات المعمارية الاسسية. هتلاقي ان هو مسلا عمله بغير شبابيك او عمله بغير بواب او عمله اا كانه مكبرة. فهو بنجد له شكل حلو. بس هو كانه بيرسم لوحة فنية بش مهم عنده. ما حدش علمه الافكار المعمارية. شو ما يسكي ديني نعلمه على ده. ها بقى هون. لو اعتقد ان في حد فتح المايك. ممكن حق تتحكم في قفل المايك كهورشت يعني. تمام دكتور. بس هو فعلا والله حق يعني بتفتح مدركنا العناصر يعني احنا كجيل قديم مش قادرين نعيها وفي ناس مش قادرة تعترف بيها ان هي مهمة وفي ناس رفضت اتعلمها وفي ناس خلاص انفضلت على نفس المنتقى دي عارف لو تفكيري كاستاذ جميعي بس حاول ما انا خلاص اتعلمت والدنيا عدت بي وخلاص بقى لوحة هتلع معاش. هفكر في كده. انما الفكرة ده انا بفكر كمدير اللي هو عايزة يعني نظر المدرسة بقى او مدير المدرسة. عايزة ولاد المدرسة دي يتعلموا احسن مني بكتير وما يتعلموا زي. لو تعلموا زي لا. ده هم اللي يتعلموا يعني اكثر مني عشان يطلقوا متفوقين. عشان كده انا شغوفة قوي قوي باللي حكو تقوله يعني على المستوى الشخصي اللي هي ربنا والله يجزيك كل خير على كل معلومة قدمتها يعني. الله يكمن كتير. اه تمام. اه ان شاء الله بإذن الله نبدأ ان شاء الله الحاجة دي بإذن الله. طيب. في حاجة تانية برضو. اللي هي انترنته في سنجس. دي حاجة رهيبة جدا ودي اه بصناعة بالملايين. يعني ممكن واحد يقول لك انا هتخصص في زكاة الاسماعية. واحد يقول لك هتخصص في انترنته في سنجس. واحد تاني يتخصص في روبوت وهكذا. تمام? انا عرف حد ما تخصص في روبوت في قطاع المباني يعني بيبيع للشركات. روبوت يخش يبني ساعة في البناء. تمام? في مثلا انترنته في سنجس ده ان التلاجة تبقى متوصلة بالنت وتبدأ تشوف ايه الاكلات اللي نقصة وتبدأ انها تعملها وممكن تبعت للسوبر ماركت تقول له انا عايزة الحاجات ديت. تمام? فدي يعني لازم تكون برضو مرتبطة بالبيم وتكون مرتبطة بالنموذج اللي موجود. انترنت في سنجس. انترنت الاشياء. حتى اثناء المباني ممكن تبقى فيه اجزاء معينة مرتبطة بالانترنت ونقدر نحن نتحكم في كل حاجة. الوجمانتتد ريالتي والانترنتي برضو رسي انترنت ونشيس. تمام? طيب الوجمانتتد ريالتي ده ان انا مسلا ابقى عندي حاجة 2D مخطط سواء floor او section مجرد ان انا ارفع الموبايل ابدأ اشوف حاجة 3D. ممكن يكون المبنى لسه ما بناش وابدأ اشوف المبنى لما يكمل ابقى ازاي. ممكن مكنة انا معقدة زي كده فقدر اشوف التوصيلات بتاعتها مفروضها تتوصل ازاي او تتفكي ازاي او الحاجات ده كلها بدل ما يبقى عندي كاتالوج ورق مثلا متين صفحة محدش بقراو ويرنيه لأ ممكن من خلال دية بتبقى سهلة جدا ان انا بعارف ايه الحاجات اللي انا اقدر ان انا افتح بيها واقفل او اعمل سيونة زي ما انا عايز دي مثلا من الضارة بتلبسها وتبدأ تبقى شايف الحاجة لما تخلص ستبقى عاملة ازاي ده قبل ما نتبقى في المشروع وممكن تبقى شايف الكابل اللي ورى حيطة هو بش متخصص نوعي يشوف الحيطة بس بيدخل الصورة اللي معمولة في الموديل مع الحيطة فده لازم تدينه موديل بيم وانت ماشي في المكان يوريك المواثير اللي تحت حيطة فيه برنامج فيه متخصص في في الانفرا يعني لو انت ماشي في الشارع وطلب منك تحفر فمن خلال انتظر تعرف اذا كان فيه مواثير في الشارع ولا لا ده مثلا حاجة زي كده تخيل مثلا ان احنا في الاجتماع اللوحة اوتوكاد عادية مطبوعة ولكن بانجرد ان انت تمشي بالموبايل تبقى شايفها بالشكل دوت وتقدر تدخل جواها بكل سهولة وتقدر تشوف دور دور وتقدر تشوف الحصر وتقدر تشوف كل غرف اسمها ايه وتقدر تتنقل بين الغرف بشكل كويس وفوزة الاجتماع تقدر ان انت توريهم المبنى هيبقى عامل ازاي وهيتبين ازاي يعني اول حاجة هتدى مثلا البيلس وبعد كده يدى بقى يحط الاواعد وهكاسم فتخيلوا ان الافضل يعني لو قلنا مثلا العليمين ديت اللي هو البيم ده هنددر رقم واحد والاوتوكاد هنددره رقم اثنين انت حدك تفضل تشغل برقم واحد ولا برقم اثنين سريعا كده في الكومنتات في الشات تمام الفيرش والرياليتي ان انت بتبقى لبسة نظارة وتبقى مكانك دول مكان نفسه احنا لما لبسنا النظارة دي فعلا كنا جايبينها عشان المالك عشان نوع نوري الشجر للمالك المشروعة تمام كان جاي الاجتماع لكن المهندسين اول مرة يشوفوها فكل مهندس قال ان انا عادة لبسها مهندس المعماري والانشائي والمكانيكا وقهربا كل واحد اول ما لبس النظارة اللي هي بتاعت الميتة ديت كل واحد اكتشف عيب او اكتشف مشكلة في الشغل يعني حد مثلا اكتشف ان في بايب مثلا ظاهر مفروض ما ظهرش فيه واحد المعمار اكتشف مثلا ان في الطريق مفروض ما يشوفش الشغل الكاهروميكانيكا في الصوت هو شايفه فمفروض ما هو يزيحه او يعلل ببارة او كده فغيرنا شغل كتير جدا مكتشفنا مشكلة ما كناش هنشوفها غير لما مشروع يخلص ففيه ناس بيستخدم الاجمارات الريالتي وفرشور الريالتي ده منظرة او شو او او لكن هو استخدامه عالي جدا في الشغل بتاعنا طبعا في الالعاب اكتر بكتير بس هنتكلم بشغل العمارة يعني ده في الاجتماعات دي فعلا في الاجتماعات بنلبس النظرة دي فعلا ونتخير كده ونعيش مع بعض الدرون الدرون قدرتها عالية جدا تبتلم اول مبارح في الاكسبو فكان فيه درون مسئولة انها بتروي الزرعة يعني كبيرة ضخمة وبتسي الزرعة فيه درون بتشيل حاجات معينة طوب مثلا او جهاز وترفعها الفوق تمام استخدموها في فلسطين اللي من اللي فات دول بشكل جميل يعني تمام كان فيه استلاح معمول بالزكاة الصناعي السلاح متزبط بالزكاة الصناعي لو شوف فلسطين يضرب الدرون ونطلع وضماره من فوق فالدرون ممكن استخدام كتير جدا في الشغل وتقدر ان انت تتحكم فيه بالاجهزة الحديثة دي تمام ممكن من خلال المبايل ممكن انه هكاسفها ليه شغل كتير جدا الروبوت ممكن يبدي لك الحاجات ممكن يشيل حاجات ويحطها ويبدي بدرجة عالية فدي من الحاجات الاساسية جدا يعني او طبع صليصية الابعاد طبع صليصية الابعاد مش بتبني موديل او حاجة صغيرة او لا ده ممكن تبني مبنى كامل تدي له مبنى كامل هو يبدأ ان هو يبنيه بشكل ضخيف فتخيل ان انت تبع عندك مثلا عايز تبني الف مبنى تروح ندي له طبع صليصية الابعاد تتبني بها هي تبنيهم لك كلهم مرة واحدة ما فيش درجة اخطاء وكله ما فيش عمان وفيش حم فرصة ودي بدأ يعتمدوا عليها في السعودية وبدأوا يعتمدوا عليها في الامارات دي اا كان مشروع اا بورج فتويت ونوربان فصر اللي كان بيعملوا فعمل مبنى وبعد كده اشتغل بالبرامتلك وبدأ يعمل كل اللمازج ديت ووراها لهم هما يختاروا بقى طبع كل دول بطبع صليصية الابعاد وبدأوا ان هما يختاروا لهم عايزين تمام؟ حاجة بالشكل دوت يعني بص انت ممكن بتعدل برامتر يبدأ ان هو يعدال لك المبنى كله وده ممكن تعملها بجوه الريفت عادي من خلال حاجة اسمات دينامو تمام؟ الافكار دي خليتهم بهم حتى لما سفروا المريخ وعزينينه في المريخ بدأوا يعتمدوا على التكنولوجيات ديت وبدأوا ان هما يستخدموا طبع صليصية الابعاد ويستخدموا البيم يعني هما بيدنوا في المريخ وبيستخدموا تكنولوجيا البيم وبيستخدموا فلسفة حسن فتحي قلنا ان الافكار المعمرية اللي بنتعلمها اساسية حسن فتحي كان قال انظر تحت قدمك وضني ما تروحش تشتري خامات من مكان بعيد لا لازم تكون من نفس البيئة فهو ما قال لك احنا قال لدي بالطربة بتاعت المريخ بشي نستورد طربة من الارض تمام؟ ام دي بقى فكرة ان البيم نفسه فيه حاجة كترة جدا جزء منها سوفت وير لكن هو في تكنولوجيا وفي حاجة كترة جدا ممكن احنا نبدأ لكنا ابتك طيب انا عشان بس نتقلش عليكم عصاق ديناك تافي باز القادر النهاردة وجزاكم لكل خير لو حد عنده اسئلة كنت شاكر هو أنا بصراحة متخيلة أنه هم دلوقتي حينقاسموا الفريقين الفريق حيبقى مباهر جدا أنه هو يعني كل دي حاجات بيعملها البعباري وبيعملها التقدم في صناعة البناء يعني وممكن يحصل بقى صورة علينا أنه نحن نعرفش الحاجات دي بس الحمد لله أن ربنا بقعد خضرتك يعني لينا تنورنا أو تعلمنا بقى الحاجات المفقودة عندنا وفريق تاني حيبقى شغوف جدا أنه حيبقى متحمس وعاوز يرسم ويشتغل كل مشروعاته كطالب بالسوفت وير دي أو بنقول بقى أدق بالمنهجية دي زي ما حك يعني تفضلت وشرحت هي منهجية وليست برنامج واحد يعني طبعا إحنا بنشكر حاجة جدا على وقتك السمين وعلى توضيحتك الرائعة وعلم حضرتك يعني ما شاء الله المتميز وبنوعدك بإذن الله يكون عندنا تطبيق ونخرج ومنتج عملي يعني عشان يكون فيه يعني إصادة للكورس فرصة فرصة هيلة بصراحة يعني أنا حعمل أقول أنا رجعت بالزمن لأيام الدراسة فالواحد لو كان نتعلم الكلام ده من دكتور عمر زمان كان زمانه يعني بقى في حتة دانية بس إن شاء الله مرحوقة مهما السن كبير برضو نقدر نتعلم ونستفيد يعني فإحنا اللي بنشكر حضرتك وبالله إحنا اللي نشروحك جدا يعني العفو دكتور حضرتك دايما من أستاذيتنا دايما تعلم منك والله يا كريم العفو العفو والله يعز حضرتك يا ربهم دايما كده من نجاح للنجاح شكرين جدا لزوءك وفتر ألف خيرك وإن شاء الله نشوفك على خير في المحاضرة قادمة في أي حد من الشباب بكاتب حاجة في الكومنتز عشان أنا أنا مش شايفة يعني أو عاوزين أي حاجة تسألوا دكتور عمر عليها لو تكرمتم أنا برضو مش مش شايفة الكومنتز بس حق يعني يعني